مرحبا أنا زياد أبي شاكر مهندس بيئي ومهندس صناعي مرشح الانتخابات النيابية مع تحالف وطني على المقعد المارونة بدائرة بيروت الأولى من شي عشرة أيام اتصلت فيه ست من إحدى التليفزيونات قال عرفنا أنه حضرتك مرشح على الانتخابات قال نعم قال نحنا عنا هيكي مثل تشات شو مش توك شو أنه منفتح لك الهوى 3-4 دقايق بتعطي رأيك بالدولة المدنية بالزواج المدني وهيك موضيع الساعة يعني قال شو المطلوب قال 25 ألف قال 25 ألف شو قال 25 ألف دولار صار فيه هيكي مثل صمت متبادل يعني ورجعت قالتلي بس هلأ 25 ألف بكرة بس تقرب الانتخابات بيصير أكتر قال لها ممنونك على هاللفت الكريمة بس بصراحة ضميري ما بيطوعني بهالقيام أنه أصرف 25 ألف دولار بأربع دقايق بينما 25 ألف دولار بهالقيام بيطعمه 25 عائلي ع شهر قال متل ما بدك بس سكرت الخط رجعت شوية أنون الانتخاب وسقف الانفاق الانتخابي تبين أنه المرشح بيحقله على صعيد فردي يصرف 750 مليون ليرة وضمن الليحة بيحقله أن يصرفوا 50 ألف ليرة على كل ناخب يمسجل بالدائرة تابعه يعني لبيروت الأولى في حوالي 135 ألف ناخب لثمين مقاعد يعني للمرشح الواحد بيحقله يصرف ضمن الليحة شيء 843 مليون يعني مجموع الصرف الفردي مع صرف الليحة أقل شوي من 64 ألف دولار يعني بيكفونا 10 دقايق على تليفزيون المدام أكيد من بعد كم يوم صارت تتوالى الاتصالات من محطات من مواقع أخبارية كله بده يعرف رأي بالدولة المدنية وبأسعار خيالية قدبنا اعتزارنا للكل وقلنا لهم أنه رح نعمل حملة انتخابية خارجي عن المألو ما رح ندفع هالمبالغ الفيحشة لأي وسيلة إعلامية تنناقش خطتنا ورح نعمل استوديو صغير خاص فينا ونبس حصراً على الإنترنت ونجرب نوصل لأكبر عدد من المواطنين على تليفوناتهم قال مش ممكن تربحوا بهيك استراتيجية وقررنا نسمي البودكاست ممكن وخطتنا بدل ما تتكل على شعارات رنانة طنانة وفايع منا فايد من التستوستيرون والتفنيس الانتخابي متل ما عم نشوف على طرقات هالأيام رح نعرض على كل اللبنانيين وعا أهالي بيروت بالذات سلسلة من اللقاءات مع خبرة بكتير مجالات صر للحظ اشتغل معهم أو اتعرف عليهم خلال 30 سنة يلي مرقوا ويلي رح نشتغل معهم تنطبق مشاريعهم يلي كانت مهمشة من قبل المنظومة الحاكمة لأنه ما فيه إلى سبيل للسرقة والفساد ورح نخبر الناس انه يا خيم ممكن ممكن نعمل قضاء مستقل وممكن نوصل لتغطية صحية شاملة وممكن نطبق قانون النقد والتسليف واستعادة أموال الناس وممكن نسلح الجيش ونطوره كله ممكن حتى بزمن الأحباط يلي نحنا عايشين فيه رح منحط بأول تعليق لهالفيديو رقم حساب لبناني ليالي بيحب يساعد الحملة من لبنان ورح منحط لينك لبيتريون بيج للبناني المغتربين يلي حبين يدعموا الحملة من برا وتنصعبها حالنا بعد شوية قررنا أنه نعطي 50% من كل التبرعات يلي بتجينا لجمعيات عم بتساعد الناس بالأكل والدواء يعني كل 100 ألف ليرة رح بتدخل على الحساب في 50 ألف منهم رح ينحطوا عجنب تكانت خلصة الانتخابات ونستعمل هالأموال للدعم وأكيد رح ننشر تقارير مدقق لحسابات كل 15 يوم وما رح نسمي الجمعيات إلا من بعد الانتخابات تما تتفسر إنه رشوة انتخابية أخيراً ومش آخراً ما رح نطبع صور لإلي ونروح نقلعت حيطان المدينة أكتر ما هي مقلعتها وأكيد بتمنع زملائي بلايحة تحالف وطني يعملوا نفس الشي بس أكيد منهم ملزمين ومن هلأ أعرفوا إنه من بعد ما يمروا سبعة أيام على نهاية الانتخابات رح ننزل مع مجموعة متطوعين معنا مكنة ووترجيت ورح ننظف حيطان بيروت لمعلق عليها صور المرشحين والمرشحات بالدائرتين الأولى والتانية ورح ناخد كل الورق يلي نشال عم أعمل ريسايكلينج ونحولهم لكاراتين بايد ونعطيهم لمزارعين سوق الطيب يلي بيجوا كل سبت من كل لبنان يبيعوا منتجاتهم بالأشرفية هيدا كل شي لهلا بتمنى إنكم تتابعوا بودكاست ممكن ويلي بيحبوا الشغل يلي عم نعملو بيقدرو يساعدونا إنه نيوصلوا الفيديوهات يلي رح توصلون على الواتس أب للنتورك تبعون رغم كل شي ما رأى علينا نحن كلبنانية محظوظين إنه عنا حق مؤدس بممارسة ديمقراطية الانتخاب بمنطقة بالقرن الواحدة وعشرين بعد فيها بلاد ما جالس نواب ما عندها ولا عندها انتخابات بعرف إنه كلنا تعبنين ومحبطين بس هاي فرصتنا الوحيدة لتغيير وقعنا وكسر منظومة الفساد بترجيكن مارسوا حقكن المؤدس بالاقتراغ ومنلتقي قريبا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسيقى